بسم الله و صلى الله على أجمل خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولا رجعنا لكم تاني و لسه مع الآيات في خواتيم صورة سيدنا نوح و قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك انتذرهم يعني يا ربي لو أبقيت منهم أحد لا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ليه بقى لأن كان الواحد من المكذبين من قوم سيدنا نوح يأخذ ابنه معه بيده و يروح لسيدنا نوح و يشير إليه و يقول له يا ولدي إنه كذاب يعني متخيلين بش هو اللي كذبوا بس لا ده كذب و جعل أولاده يكذبون بسيدنا نوح فلو مده و اتبأ أولاده ف هيكون الولد زي أبوه لا يلدوا إلا فاجرا كفارا فاجروا في الخصومة و كفروا بالله و عاندوا و استهزأوا و سخروا من نوح كما فعل أباؤهم و كان لسان حال الكل يقولوا إيه يقولوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يعني أنا بعمل زي ما أبوي عمل لكن الهداية من الله رب اغفر لي و لوالدي سيدنا نوح بأب يدعو رب اغفر لي و لوالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين إلا تبارا يدعو لنفسه و لوالديه و لمن دخل بيته لإن مش أي حد يدخل بيت سيدنا نوح إلا المؤمنين لإن المكذبين الفجار الكفار اللي عاندوا إلا هم علية القوم كانوا يهزأون و يسخرون من نوح و لا يدخلون بيته فهو بيدعي للي دخل بيته و اللي آمن به رب اغفر لي و لوالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات لكل اللي ربنا نجاهم معايا في السفينة و قلنا قبل كده أنهم كانوا حوالي ثمانين أو سبعين نجاهم الله مع سيدنا نوح و لا تزد الظالمين إلا تبارا يعني تبارا يعني هلاكا يعني خسارا يا رب عاقبهم بما فعلوا يا رب لا تبق منهم أحد يا رب خذهم أخذ عزيز مقتدر دعا عليهم فاستجاب الله له سبحانه وتعالى هذه الآية التي ختمت بها صورة نوح دعوة جميلة ندعو الله بها ادعو ربنا بيها في سجودك في خلواتك في جلواتك في ركوعك في إقبالك على ربك جل و على رب اغفر لي ولوالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين إلا تبارا هذا ما رزقنا الله به من فهم حول هذه الآيات البينات المباركات التي وردت في صورة سيدنا نوح و لا أحد يفسر القرآن كل يدلي بدلوه و الله أعلم بمراده من كلامه و الله أعلم بأسراره في آياته و لكن كما قال شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله هي هبات صفائية يلقي الله بها على قلب المؤمن بعد القراءة و التمع و التدبر و بعد التفكر و النظر في أقوال العلماء و المفسرين لأنه ما فصر أحد القرآن و القرآن كما قال سيد الخلق لا تنقضي عجائبه القرآن الكريم لا زالت لغته على بكريتها و عذريتها مهما أخذ منها العلماء و مهما استنبط منها المستنبطون و مهما أخذ منها المفسرون لا زالت على بكريتها و عذريتها فالقرآن كله أنوار و القرآن كله أسرار بهذا نكون قد انتهينا من قصة سيدنا نوح و أبل كده انتهينا من قصة قابيل و هابيل و قبلها انتهينا من قصة سيدنا آدم و إن شاء الله في الحلقة المقبلة نبدأ مع خليل الرحمن مع سيدنا إبراهيم عليه و على نبينا السلام فاصل و أرجع لحضرتكم تاني للفقر الفقهية خليكم عانا و صلوا على الحبيب